الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وانوالاه واتبعه ذاه أما بعد فيقول الشيخ الشنقيطي في كتابه دفع إيهام للطراب عن آيات الكتاب يقول رحمه الله تعالى ومن هنا اختلف العلماء في توبة الزنديق أعني المستسر بالكفر فمن قائل لا تقبل توبته ومن قائل تقبل ومن مفرق بين اتيانه تائبا قبل الاطلاع عليه وبين الاطلاع على نفاقه قبل التوبة كما هو معروف في فروع مذاهب الأئمة الأربعة لأن الذين يقولون يقتل ولا تقبل توبته يرون أن نفاقه الباطن دليل على أن توبته تقية لا حقيقة واستدلوا بقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا فقالوا الإصلاح شرط والزنديق لا يطلع على إصلاحه لأن الفساد إنما أتى مما أسره فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع لم يزل في الباطن على ما كان عليه والذي يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقا أظهر وأقوى كقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه هل لا شققت عن قلبه وقوله للذي ساره في قتل رجل أليس يصلي قال بلى قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم وقوله لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر القسمة إني لم أمر بأن أنقب عن قلوب الناس وهذه الأحاديث في الصحيح ويدل لذلك أيضا إجماعهم على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولي السرائر وقد نص تعالى على أن الأيمان الكاذبة جنة للمنافقين في الأحكام الدنيوية بقوله اتخذوا أيمانهم جنة وقوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وقوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم إلى غير ذلك من آياتي طيب الحمد لله رب العالمين وصله وسلم على بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد هذه الآية الكريمة التي تقدم الحديث عن معناها ومدلولها وهي قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون مما يستدل به بعض أهل العلم على عدم قبول توبة الزنديق المرتد وذلك أن من تكررت ردته وكذلك الزنديق الذي يستطر بالكفر ازدادوا كفرا والله تعالى قد قال في كتابه إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون فاستدلوا بقوله لن تقبل توبتهم على عدم قبول توبة من تكرر ثدته وكذلك من لا يعلم صدق توبته لأن الله تعالى استثنى من المرتدين الذين لا تقبلوا توبته إلا الذين آم إلا الذين تابوا وأصلحوا هؤلاء لا يعلموا إصلاحهم كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله ثم عاد المصنف بعد أن استعرض أو أشار إلى أقوال المختلفين في مسألة توبة الزنديق وكذلك من تكررت ردته إلى الترجيح فقال والذي يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته أي الزنديق مطلقا أظهروا وأقوى وذكر لذلك جملة من الأدلة أول ذلك قوله صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه ومثله قوله إني لم أمر بأن أنقب عن قلوب الناس وهذاني نصاني في بياني أن من أظهر التوبة ومن أظهر الإسلام فإنه يقبل منه ولا يطلب معرفة ما في قلبه فإن معرفة ما في القلوب وإدراك ما في استرائر أمر لا يمكن أن يصل إليه الإنسان لأن ذلك مما استأثر الله تعالى به فهو العليم بالسرائر والخفايا والضمائر وما تكنه القلوب وأما الأحكام فإنها تجري في الدنيا على الظواهر والسرائر يتولها رب السرائر سبحانه بحمده أيضا مما يندرج في هذا السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من قتل من أظهر الصلاة وهي عمل من أعمال الإسلام فكل من ظهر عليه أعمال الإسلام واستجاب له ظاهرا فإنه يمنع أن يطلب وينقب باطنه لأن باطنه إلى الله جل في علاه هذا الدليل الأول الذي استدل به المسنف على أن الراجح من قوله العلماء أو من أقوال أهل العلم قبول توبة كل تائب ولو تكرر ثلدته ولو كان زنديقا ولو كان لا يعلم حقيقة توبته الأمر الثالث الأمر الثالث الذي استدل به هو أن الله تعالى جعل ما يصدر من أقوال المنافقين من أيمان مانعا من إجراء أحكام الدنيا عليهم بقبول أعذارهم قال رحمه الله وقد نصت تعالى على أن الأيمان الكاذبة جنة أي واقية للمنافقين في الأحكام الدنيوية بقوله اتخذوا أيمانهم جنة وكذلك بقوله سيحرفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم وتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجل وكذلك قوله ويحرفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم هذا الثاني ما استدل به وهو أن الأحكام الشرعية أن الأدلة الشرعية قبلت أيمان المنافقين مع وصفهم بالنفاق والنفاق إظهار ما ليس في الباطن فالحكم في الدنيا على الظواهر وأما البواطن فإنها إلى الله تعالى ولا يمكن الجزم بحقائقها بعد أن استدل لما رجحه رحمه الله من قبول توبة الزنديق المستثل بالكفر يجيب عن أدلة المانعين لأن الترجيح يقوم على ساقين الساق الأولى ذكر صحة ذكر دليل صحة القول الذي ترجحه والساق الثانية الرد على أدلة من خالف فيقول رحمه الله وما استدل به بعضهم من قتل ابن مسعود لابن النواحة صاحب مسيلمة فيجاب عنه بأنه قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسولا لمسيلمة لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك فقتله ابن مسعود تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم فقد روي أنه قتله لذلك واضح هذا يعني ما استدل به من قتل ابن مسعود رضي الله عنه لابن النواحة صاحب مسيلمة فحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع من قتله إلا لكونه رسولا وهو بعد أن تمكنوا منه ليس برسول تمكنوا منه في قتالهم لمسيلمة فانتفى المانع من القتل فلذلك قتله ابن مسعود قتله تحقيقا لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم وليس أن توبة من من ارتد وتكرر ارتدتها أو ازداد كفرا أو كان زنديقا يظهر الإسلام ويبطل الكفر لا تقبل فإن هذا فإنه ليس في هذا دليل على هذه المسألة مع الأدلة السابقة فأجاب عنه رحمه الله بما أجاب من أن ذلك له حالة خاصة فهو قضية عين قضية خاصة لا يصلح العمل بعمومها نعم فإن قيل هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من غيرها لأن فيها القيد بالردة وازدياد الكفر فالذي تكررت منه الردة أخص من مطلق المرتدي والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص فالجواب أن القرآن دل على قبول توبة من تكرر منه الكفر إذا أخلص في الإنابة إلى الله وجه دلالة القرآن على ذلك أنه تعالى قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ثم بيّن أن المنافقين داخلون فيهم بقوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما ودلالة الاقتران وإن ضعفها الأصوليون فقد صحعتها جماعة من المحققين ولا سيما إذا عتضتت بدلالة القرينة عليها كما هنا لأن قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما فيه الدلالة الواضحة على دخولهم في المراد بالآية بل كونها في خصوصهم قال به جماعة من العلماء فإذا حققت ذلك فاعلم أن الله تعالى نص على أن من أخلص التوبة من المنافقين تاب الله عليه بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقد كان مخشي بن حمير رضي الله عنه من المنافقين الذين أنزل الله فيهم قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فتاب إلى الله بإخلاص فتاب الله عليه وأنزل الله فيه إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة فتحصل أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة يعنون الأحكام الدنيوية ولا يخارفن فأنه إذا أخلص التوبة إلى الله قبلها منه لأن اختلافهم في تحقيق المناطق ما تقدم والعلم عند الله تعالى طيب يقول رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر ما تقدم يقول في إراد إشكال يقول رحمه الله فقد روية نعم يقول فإن قيل هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من غيرها لأن فيها القيدة بالردة وازدياد الكفر فالذين تكررت منه الردة أخص من مطلق المرتد هذا جواب عما استدل به القائلون بأن توبة المرتد ولو تكررت ردته تقبل وذلك أن هذه الآية أخص من عموم تلك الآية التي فيها قبول توبة المرتد حيث إن الله تعالى قيد في هذه الآية عدم القبول بأمرين بأنه تكررت منهم الردة إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفر وهذا في الآية الأخرى في آية النساء وأما هنا فقد قال إن الذين آمنوا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفر وهذا أيضا دليل على تكرر الردة والأمر الثاني أنه ازدادوا كفر وهذا خص من مطلق الآية التي قبلها وهي التي فيها إن الذين كفروا بعد إيمانهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله تعالى استثنى من أولئك من تاب وأصلح لكن لم يذكر لم يذكر تكرر الردة ولم يذكر الزياد بل بكر الردة مجردة فيقول هنا رحمه الله فالذين تكررت منهم الردة أخصوا من مطلق المرتد والدليل على الأعم ليس دليلاً على الأخص لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص هذا إراد إشكال من المصنف رحمه الله على الترجيح الذي سبق هو رجح ماذا؟ رجح قبول توبة كل مرتد تكررت أو لم تتكرر سواء كان توبته من الزندقة أو من غيرها إلا أنه عاد وقال يشكل عليه أن ما استدلتم به على قبول التوبة هي في حق المرتد الذي لم يتحقق فيه تكرر الردة وازدياد الكفر فالجواب أن القرآن دل على قبول توبة من تكرر منه الكفر إذا أخلص في الإنابة إلى الله ووجه دلالة القرآن على ذلك أنه تعالى قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفر لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهدهم سبيلا هذا في آية سورة النساء بعدها قال بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليما والمنافقون يقول داخلون فيما تقدم يقول ودلالة الاقتران وإن ضعفها الأصوليون فقد صححها جماعة من المحققين ولا سيما إذا اعتبرت بدلالة القرينة عليها كما هنا حيث قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهدهم سبيلا بشر المنافقين أن لهم عذاباً أليما فذكر الكفر والنفاق في سياق واحد فدل على أنهما في حكم واحد والمنافقون دلت الأدلة على أنها تقبل توبتهم المنافقون دلت الأدلة على أنها تقبل توبتهم وذكر الدليل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا إِلَّا اللهِ Tips below له أنه مع أهل الإيمان ودل هذا على أن من تكرر ثدته فإنه تقبل توبته قال رحمه الله وقد كان أو ذكر شاهد لهذا في حال منافق من المنافقين تاب من نفاقه فقبل الله توبته وهو مخشي ابن حمير حيث كان من الذين استهزوا بالله بآيات الله وبرسوله فكان ما كان من توبة الله في قوله إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا قوما مجرمين يقول فتح الصلاة أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة يعنون الأحكام الدنيوية لا يخالفون في أنه إذا أخلص التوبة إلى الله قبلها منه هذا عودة إلى ذكر ما يتعلق بتحرير ما يسمى بتحرير محل النزاع عدم القبول عدم قبول التوبة على أي شيء يتوجه يتوجه على الأحكام الدنيوية أما فيما يتعلق بقبول الله لها وعفو الله تعالى عنه فهذا لا ليس محل للبحث فإن الله يتوب من كل يتوب على كل تائب إذا تاب لكن لما كان المنافق ومن تكررت ردته لا يتحقق صدق توبته فإن من العلماء من قال إنه لا تقبل في الدنيا أما فيما بينه وبين الله فإن الله يقبل توبة كل تائب هذا يسمى تحرير محل النزاع وبهذا تكون قد انتهت هذه المساء المتعلقة بهذه الآية والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم عن نبينا محمد